بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله عدنا فيديو قصير هذا الفيديو رح يكون حول الوضعية الإدماجية المقترحة بالنسبة لفرض التولات الثاني بالنسبة للأولى متوسط هذه الوضعية بالنسبة للتلاميذ اللي يراهم ما زالوا في الوحدة الثانية التلاميذ اللي بدأوا في الوحدة الثالثة ممكن تكون وضعية أخرى ولكن التلاميذ اللي مازالوا في الوحدة الثانية هذه أكبر وضعية متوقعة إن شاء الله للفرض إذن عندنا الوضعية يريدون أن يعرفوا المزيد عن عائلتك تقدم فيها أفراد عائلتك من حيث name الاسم يعني تذكر اسم كل فرض age العمر and job ومهنة كل فرض إذن حاولت أني نكتب لكم فقرة قصيرة بالنسبة للتلاميذ اللي عنده one brother أخ واحد one sister أخت واحدة يعني اللي عنده أخوين يكتب هنا two brothers okay الهدف من هذه الفقرة أني نشرح لكم كيفية تقديم أفراد العائلة يعني التلميذ مش لازم أنه يحفظ الفقرة هذه okay لازم أنه يفهمها معليش كي هزة topic sentence الجملة الافتتاحية يحفظها ولا concluding sentence الجملة الختامية هذه معليش كي يحفظهم لكن هنا الداخل يقدر أنه يبدل أول حاجة ما ننسوش أنه نخلو البيض الindentation سطر الأول فقط ثم بعد نرجعو هنا البداية السطر I am happy to introduce my family أنا سعيد بتقديمي لعائلتي My father is a bus driver أبي سائق حافلة هنا كل تلميذ يكتب job المهنة تع الوالد بتاعه اللي ما عرفش كيفاش يكتب المهنة تع الاب بتاعه باللغة الإنجليزية يكتب لي في التعليقات وأنا نعطيه الإجابة إن شاء الله his name دائما كنتحدث على الأب وعلى الأخ نستعمل his للمذكر his name is محمد he is 42 years old دائما كنتمد العمر نستعمل years old وهنا نحط he is كنعد نحكي على الأب وعلى الأخ ونحط she is كنعد نحكي على الأم وعلى الأخت my mother is a housewife أمي ربت بيت her name is khadija اسمها هو khadija she is 37 years old عمرها 37 سنة هناك مننا من father والmother من الأم والأب ننتقلوا the brothers or sisters الإخوة والأخوات I have got عندي one brother أخ واحد his name is Amir اسمه هو أمير he is 9 years old عمره 9 سنوات he is a pupil هو تنميذ and one sister وعندي أخت واحدة her name is Shiraz هنا أكيد كل تنميذ يبدل الأسماء حسب أسماء إخوته وحسب أسماء الأم والأب تاعه she is 4 years old عمرها أربع سنوات I love my family أنا أحب عائلتي هذه جملة ختمية نختم بها البراجراف إذن كانت هذه طريقة كتابة فقرة نقدم فيها أفراد عائلتي Goodbye ترجمة نانسي قنقر